ماجد القصبي اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء هذا اليوم أن ارتفاع الأسعار ضرب العالم برمته وتسببت جائحة كورونا بأكبر أزمة اقتصادية في العالم حيث كانت تداعيات الأحداث العالمية سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تعطل منافذ النقل وارتفاع تكاليف الشهر هذا وأضاف القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي الحديث عن ارتفاع الأسعار أن القيادة استشعرت أثر هذه التداعيات على أسعار السلع الغذائية والأساسية وصدرت الموافق الكريمة بناءً على ما رفعه ولي العهد بحزمة مساعدات هذه التداعيات وشفنا البارح الحمد لله القرارات اللي لامست الفئة الأكثر احتياجاً وصدرت الموافق على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة وأهمها فتح حساب المواطن ودعم المخزون الأساسي الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية في المملكة طبعاً أيضاً بيّن العقصبي أنه سيتم رصد ومتابعة أسعار 217 سلعة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي تلاعب بالأسعار أيضاً القيادة وجهت بأهمية متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومراقبة مستويات الأسعار ومكافحة الاحتكار حيث نفذت الفرق الرقابية أكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلح وتم رصد 27 ألف مخالفة ومحاسبة المخالفين إذن أبو سعد جهد كبير جداً لوزارة التجارة في مراقبة السوق المحلي وكذلك الأسعار لبعض أو للسلع الغذائية والأساسية هناك آلية متبعة في وزارة التجارة لمتابعة السوق المحلي وكذلك الأسعار وارتفاعها جميعاً يخالف القرارات والأنظمة سيجد الجهات الأمنية والمعنية له بالمرصاد سيحل التحقيق وكذلك يوقع بحقه أشد العقوبات النظامية جهود كبيرة جداً استشعار كريم مبادرة كريمة من القيادة الرشيدة حفظها الله حفاظاً على صحة وسلامة وكذلك استقرار الأسر الأكثر حاجة والأشد حاجة لمثل هذه السلع التواصل الحكومي كذلك يقوم بدور كبير جداً في تواصله مع الجهات الإعلامية ووسائل الإعلام في نشر مثل هذه البيانات وكذلك إقامة مثل هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن هذه الأنظمة وهذه القرارات وكيف من الممكن أن تطبق بشكل يضمن للمواطن السعودي الرفاه والاستقرار وكذلك العدالة في تطبيق أو في تقنين مثل هذه الأسعار وعدم وجود الغش التجاري ترجمة نانسي قنقر